موسيقى كشف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أبقت على اتصالات على مستوى منخفض مع دمشق عبر جهاز الاستخبارات وذلك على الرغم من أن أنقرة تعد من أشد منتقد الأسد تركيا التي لطالما زعمت أنها تدافع عن الشعب السوري تؤكد مرة جديدة أن زعمها يقتصر فقط على مجرد شعارات تتغطى بها لتحقيق مشروعها التوسعي خبر التحالف مع الطهران الساعية بدورها إلى تحقيق أطناعها في المنطقة وبعد سلسلة من المواقف المتناقضة لحسيما في الملف السوري يبرز اليوم موقف جديد هذه المرة جاء على لسان رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي صرح بأن حكومته أبقت على اتصالات على مستوى منخفض مع دمشق عبر جهاز الاستخبارات وذلك على الرغم من أن أنقرة تعد من أشد منتقدي هذا النظام وتعد هذه أول تصريحات تكشف فيها تركيا عن اتصالات مباشرة منخفضة المستوى مع النظام السوري وزير الخارجية التركي مولود جاويج أغلو قال إن بلاده ستدرس العمل مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إذا فاز في انتخابات ديمقراطية وساندت تركيا معارضي الأسد في الحرب السورية التي اندلعت في 2011 الدور التركي في الملف السوري دور مجبوه ومجرم حيث دعمت أنقرة العديد من التنظيمات الإرهابية واحتلت العديد من المدن السورية في الشمال وقامت بأعمال إجرامية في عفرين التي ما زالت مدفعية هذا الجيش تستهدف أراضيها وقد قصفت منذ أيام مناطق الشهباء بريف عفرين الجدير بالذكر أن وفد عسكري أمني تركي أجرى محادثات في العاصمة الروسية موسكو لبحث خطوات مشتركة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا وسط توقعات بعملية عسكرية مشتركة يعتزم الجانبان تنفيذها ضد جبحة النصرة التي وسعت مؤخرا من سيطرتها على مناطق هامة هناك تركيا منذ بداية الأزمة وهي تنسق مع حلفاء النظام السوري وعلى رأسهم إيران وميليشياتها وروسيا وتؤكد مرة جديدة أن الأمر يقتصر على مجرد شعارات تتغطى بها لتحقيق مشروعها التوسع عبر التحالف مع طهران الساعية بدورها إلى تحقيق أطماعها في المنطقة تول الحديث أكثر مشاهدين حول هذا الملف يسعدني أن أرحب بضيوفي مع من الصنبول الأسطنبول الأستاذ جواد كوك محلل سياسي ومن دمشق الأستاذ طارق الأحمد رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في مكتب السياسي للحزب السوري القومي طيفاء الكرام أهلا بكم على شاشة قناة اليوم أستاذ طارق مساء الخير تحية سوريا تحياتي لك وللمشاهدين أعلم بكم أستاذ طارق كيف قرأت دمشق هذا التصريح من رجب طيب أردوغان بأن هناك علاقات دعنا نقول قائمة بين أنقرة ودمشق يعني أنت تسألني أنا سأقول لك رأيي لأنه دمشق يمكن تعني بها الحالة الرسمية طبعا هي تعبر عن نفسها لكن أنا أقرأ هذه التصريحات بأنها أولا استباق لاجتماع الثلاثي مع الرئيس الروسي والرئيس الإيراني خاصة وأنه هناك شيء جدي على ما يبدو قد يكون قد جرى في اجتماع البحر الميت بين دول الخليج ومصر والأردن وهذه الدول على ما يبدو أنها أصبحت تنحو بشكل جدي جدا لأخذ خيار بصراحة ما رشع عنه وكل ما رشع وتحليلات ليس معلومات يعني أنت تعرف بأن هذا الاجتماع وغيره من هذه الاجتماعات من هذا النمط لم يعلن عنه كثيرا وصربت معلوماته وإنما التحليلات هي تقول بأن هناك حقيقة أصبح هناك الخطر التركي بالنسبة لهذه الدول يعني بشكل رئيسي الدول العربية وما تسمى الجامعة العربية وضمن فكرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو موضوع فيه قطع مع الماضي وفيه اعتبار أن الخطر الأكبر هو الخطر التركي بالنسبة للعرب الخطر التركي هو الأكبر حتى أن الخطر الإيراني الذي كانوا يتحدثون عنه بجدية التحليلات الرصينة تقول بأنه ذهب إلى الدرجة الثانية وأما فيما يتعلق بالعلاقة مع الدولة السورية فقد تحمل مفاجآت في المستقبل القريب جدا لأن هناك أحاديث كثيرة عن إمكانيات حقيقة لتنسيق إذا لم أقل لدعم يعني هناك أقاويل وتسريبات بهذا الشأن طيب ضيفي من إسطنبول الأستاذ جواد كوك مساء الخير مساء نور لك ولضيفكم من دمشق ولمشاهدينك أهلا بك أستاذ جواد الدور التركي في الأزمة السورية تحولات لا تشبه البداية الآن تصريحات رجب طيب أردوغان بأن هناك قناة اتصال لم تنقطع بين أنقرة ودماشق كيف تقرأ هذه التصريحات وهذا دعنا نقول الدور المنعطف لتركيا منذ بداية الحراك في سوريا إلى الآن يعني بصراحة الحكومة التركية أنا أعتقد أنهم كانوا في تواصل من زمان معا بين الاستخبارتين لماذا؟ لأنه بعد العملية العسكرية درع الفرات وغصن الزيتون بالنتيجة كان بلدان صار جاران مرة أخرى في مدينة الباب مثلا كان هناك خط في جانبه أتراك وفي جانبه جيش العربي السوري بالنتيجة الحكومة التركية لا تريد أن تكون هناك اشتباكات بين الجانبين بهذا الحد ممكن أن نقول يعني بصراحة مصطحة تركيا الآن في الظروف الحالية في وحدة الأراضي السورية نفس المصطحة التي تراعيها الحكومة في دمشق ولهذا السبب أردغان يحاول أن يمهد الأرضية للتواصل المباشر في مستوى عالية مع دمشق لماذا لا يكون ذلك؟ لو كنا في تواصل مع دمشق ما كنا نحتاج لا إلى الجانب الروسي ولا إلى الجانب الأمريكي ولا إلى غيرهم لكن الحكومة التركية كانت تحمل أفكار وإيديولوجيات متطرفة الآن يفتهمون أنهم كانوا خاطئين جدا وهناك أيضا أصوات داخل تركيا للمعارضة عليكم بالاتصال وتواصل المباشر مع دمشق لحل كثير من القضايا أنا أظن أن الحكومة التركية سوف تتهيأ لأن تكون هناك اتصالات مباشرة مع دمشق نعم نعم أستاذ طارق سمعت إلى وجد نظر الأستاذ جواد يعني هل من الممكن أن نشهد مع الأيام المقبلة دعنا نقول كما أفد حضرتك بأنه تمهيد للطريق والأستاذ جواد ركز على هذه النقطة ولكن قد يتساءل ولسان حال السوريين تركيا تحتلل كثير من الأراضي السورية هل بالفعل هناك تنسيق وخط فاصل بين القوات التركية المحتلة وكما أشار الأستاذ جواد إلى الجيش العربي السوري يعني أنا أتوافق مع الأستاذ جواد إلا في النقطة التي أنت أثرتها يمكن أن أتوافق معك فيها بفكرة التجاوع سوريا تعتبر بشكل رسمي يعني معلن ورسمي بأن كل تواجد لكل جندي تركي على الأراضي السورية المعترف بها هي هو احتلال وبالتالي لا نوافق أبدا على كلمة تجاور لا في الباب ولا في غير الباب تركيا عليها أن تنسحب من آخر شبر من الأرض السورية أما فيما يتعلق بسؤالك عن إمكانية نعم طبعا يمكن لأنه نحن قبل 2011 أصلا كان هناك علاقات ودية حتى مع تركيا ونحن لسنا ثأريون يعني بشكل عام نحن نريد حقوق شعبنا وحقوق أرضنا وأما فيما يتعلق بمكونات السورية فهذا شأن داخلي سوري نحن نتحاور مع أخوتنا الأكراد نتحاور مع أخوتنا في كل ونعمل الإصلاحات التي نحن نريدها لا أحد له دال علينا في هذا الأمر هذا كله شأن داخلي وبالتالي أما في السياسة نعم يمكن أن نعود للتواصل مع كل الدول هذا أمر أعتقد بأنه طبيعي طيب أستاذ جواد أنا بعرف يعني السؤال حظ ظل معنا دقيقتين وحضرتك رح تغادرنا أستاذ جواد سؤال أخير يعني في نهاية المطاف حضرتك قلت بأنه هناك فكرة أو دعنا نقول أيديلوجية معينة ينتهجها أردوغان في ظل تعامله المترجم عمليا على الأرض وتحركاته تارة في العراق وتارة في سوريا وأراضي تحتل برأيكم في نهاية المطاف هل هي لعبة أو تمثيلية أردوغانية دعنا نقول لأعطاء معطيات جديدة تتراه أو تتوافق مع المرحلة المقبلة في سوريا أساس جواد بالنتيجة كانت هناك انتصارات للجيش العربي السوري وللحكومة السورية أنا معروف عند الأوساط الإعلامية أنا كنت من البداية كنت مع وحدة الأراضي السورية ومفاوضات بين جميع السوريين بالنتيجة سوريا للسوريين فقط ليس للأتراك وليس للإيرانيين ولا الروس ولا أي جهة أخرى عليهم أن يتحاضرون فيما بينهم لكن أنا بصراحة أتكلم تركيا في سياستها ليست تحاول أن تتوسع أو تغزو تحت المناطق أو بشكل أو آخر بالنتيجة هناك دستور السوري قوانين سوف يعلنون إذا كانت هناك قرارات من الأمم المتحدة سوف تنسحب تركيا سريعا كما تنسحب الجهات الأخرى لكن بشكل عام على الكل أن يعرفون أن هناك حكومة شرعية حكومة سوريا وهم قادرون على السيادة بشكل كامل وعلى حل مشاكلهم داخليا على الجميع أن يحترمون رأي الشعب السوري بهذا الخصوص ولهذا السبب على تركيا أن لا تقف في القضايا العربية أمام أشقائنا العرب أن يقف معهم لا أن يقف أمامهم ولهذا السبب أنا أظن أن الحكومة التركية في المرحلة المقبلة التي تبدأ المفاوضات السياسية بالنسبة لمستقبل سوريا كانت هناك إشارات إذا كانت هناك انتخابات ديمقراطية سوف تحترمها تركيا وسوف نفتح صفحة جديدة وأنا أتمنى أن نترك النفسية التي جرت ما جرت نعم هناك كانت أخاء فاضحة جدا للحكومة التركية عليهم أن يفتحون صفحة جديدة مع سوريا بشكل عام نعم نعم ضيف من الصنبول معلش نقطتين عزيزي عزيزي خلي معلش نقطتين بقدر بسرعة نقطتين عزيزي أوافق أوافق على الروحية التي تحدث بها الأستاذ جواد لكن نقطتين أولا لا تحتاج سوريا قرار من الأمم التحدة لكي تنسحب تركيا من أراضيها تركيا هي بشكل غير شرعي بالأراضي السورية لا تحتاج إلى قرار ثانيا ليس لتركيا شرط على سوريا انتخابات ديمقراطية أو غيرها هذا شيء مخالف لشرعية الأمم المتحدة ليس لتركيا أي دالة أو علاقة لكي تقرر بأن انتخاباتنا ديمقراطية أو غير ديمقراطية وهذا حتى في شرعية الأمم المتحدة هناك ممالك حتى في العالم موجودة ولها سفراء ومعترف بها فيعني هذا شيء هو تدخل بشؤون دولة أخرى نحن نريد أن يكون لدينا مساحة من الحرية والديمقراطية لكن لا شأن الأتراك بهذا الأمر طيب أستاذ جواد حابب تكفي ولا ودعك في هذه النقطة يعني بالنتيجة أنا أحترم رأي الأستاذ من دمشق حقيقة نقاط مهمة جدا سوف يناقشها السياسيون من جميع الأطراف المعنية بالنتيجة كانت هناك تهديدات من قبل وحدات حماية الشعبية وحزب العمال الكردستاني على تركيا أن تؤمن وحدة أمنها القومي طيب أستاذ جواد نعم كانت هناك انتهاكات طيب خليني ذكرك أنا بموضوع التسريب الذي تم تسريبه من قبل دعنا نقول اجتماع لضباط أتراك يتحدثون بأنه حتى لو لا يوجد هناك أي اطلاق رصاص ولا شيء من هذا القبيل ولكن يجب أن تتدخل تركيا عسكريا في سوريا حتى لو كلف الأمر ارسال ضباط أتراك إلى سوريا وقصف تركيا من الأراضي السورية حتى تكون ذريعة لدخول تركيا عسكريا في سوريا بالنتيجة هذا خطأ تماما طيب بس موجود على الأرض نعم بالنتيجة علينا أن نحترم سيادة سوريا بشكل عام وعليهم أيضا يحلون مشكلة وحدة حماية الشعبية وهؤلاء المسلحين يعني مثلا لو كانت رايات السورية بدلا من رايات الأمريكية في شمالي سوريا ما كانت هذه المشاكل لكنه طرفان كانوا يعني بعناءة طيب لماذا طرفت تركيا دخول الجيش السوري إلى مدينة تركيا؟ هذا الذي يعجبني نعم نعم لماذا يزعلون؟ لماذا غيروا راضين؟ لحد لأنه النفتين إذا تريدون وحدة الأراضي السورية من الذي تؤمن وحدة له؟ جيش العربي السوري هنا نقول في الإعلام بصراحة حيرنا الرئيس التركي شو بده أستاذ جوال؟ يعني حيرنا حقيقة خليني أشكرك ضيفي من إسطنبول الأستاذ جوال كوك محلل سياسي شكرا جزيلا لك أستاذ جوال أستاذ طارق بالعودة إليك استمعت يعني حقيقة هناك تناقضات في الطرح شو رأيك بهذه النقطة أو الجزئية أستاذ طارق؟ أولا حلوي هذه حيرنا لأنه فعلا أنا مواثق معك هو حيرنا المشكلة أنه هو محتار هو يلعب بصراحة بين الحليف الأميركاني الذي هو جزء أساسي من حلف الناتو وبين المشاريع الكبرى التي وقعها مع الرئيس بوتين والتي تحتم عليه الانفكاك بصراحة يعني في نهايات الأمر الانفكاك من حلف الناتو لا تستطيع أن توقع كل هذه الاتفاقيات الاقتصادية ومفاعل نووي واس 400 وتبقى بهذا الشكل الوثيق مع حلف الناتو يعني هذا الأمر وبالتالي أردوغان يحاول أن يلعب على الحبال بصراحة قد لا نشاهد سوى عاقبة وخيمة مثل ألعاب السيرك طيب أستاذ طارق أنا أظل معي دقيقة ولازم أسألك هذا السؤال فيما يتعلق بالنقطة الأساسية والجوهرية موضوع وحدة الأراضي السورية كيف تنظر دمشق في طبيعة الحال إلى هذا التواجد التركي يعني منذ أن احتلت تركيا الأراضي السورية لم نسمع مرة واحدة دمشق طالبت بخروج هذه القوات بشكل جديد دعنا نقول تقديم مذكرة احتجاج يعني تصعيد جبهة إلى ما شابه من ذلك أستاذ طارق تحتاج أن أهديك ريسيفر للساتلايت يكون عليه الإزاعة السورية ستجد عشرات من هذه التصريحات رسمية جدا ومن وزارة الخارجية منذ أسابيع قليلة قالت بأن كل جندي تركي موجود هو بمثابة احتلال يا عزيزي هذا الأمر محتلين به بشكل علني وموجود طيب أستاذ طارق كلام جميل خليني أنا يعني لسان حال السوريين طيب موجود هذا الاحتلال حضرتك قلت وأكدت بأن هناك تصريح من قبل الإعلام السوري بأنها قوات احتلال لكن على الأرض لا وزارة الخارجية ليس فقط الإعلام طيب لا وزارة حتى يعني رسمي رسمي تصريحات رسمية طيب من التي وحتى فيه تصريح أخير مسلم للأمم المتحدة طيب عسكريا على الأرض مؤخرا يعني عسكريا على الأرض عسكريا يا عزيزي عزيزي عسكريا أنت تعلم معلشين إحنا ما منتشاطر على بعض أكيد أكيد نحن لن نذهب إلى حرب فتح حرب مع تركيا يعني كأنك عم تنكش الغول إذا صح التعبير في الوقت الذي حليفنا الروسي هو يغطينا بالجو وهو الذي يعني يساعدنا حقيقة وإن غدا لنظره قريب لكن أنت تعلم أيضا أن الروسي ينسق يعني أي شخص عاقل يستطيع أن يستنتج بأن الروسي هو الذي ينسق هذه الأمور وهو أيضا يقول وانتزع توقيعات أردوغان على جميع اتفاقيات أستنى وحتى فيينا وميونيخ على وحدة وسيادة الدولة السورية على كل أراضيها انتزعه هذا الأمر يعني أردوغان موقع عليه هذا الأمر طيب أستاذ طارق الأحمد ضيفي من دمش شكرا جزيلا لك رئيس الدائرة الخارجية والإعلامية في مكتب السياسي للحزب السوري القومي مشاهدينا ندخل إلى ملف حلقتنا الثالث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر